ماشي خلينا نبتدي الاسبوع ده من الدوري يعني شايفوا هل هو فعلا الحاسم زي ما أنا بقول ولا ممكن تبقى المتشاط اللي بعد كده أو الأسبوع بعد كده ممكن تكونها الأكثر حاسما خلاص احنا وصلنا للأمطارك الأخيرة كابتن أخر أربع جولات زي ما حدتك كنت بتقول في الإنترو خلاص الدوري سواء في القمة أو في القاع منافسة شارسة جدا نادي الزمالك يعني نظريا وعمليا بيقرب شوية من البطولة محتاج ست نقاط في الأربع متشاط اللي جاية دي ده في حالة أن المنافسين سواء برامدز أو النادي الأهلي ما تعصروش في المواجهات القادمة عندنا الجولة دي مواجهة نقدر نقول ما بين القمة والقاع وتحديدا بكرة ومبراط الأهلي وإسترن كامباني دوافع أنا شايفها دوافع كبيرة جدا لفريق إسترن متمسك بكل نقطة ياخدها لأن إصراع القاع صعب جدا أما النادي الأهلي أنا شايف أنه هو مش بس في إراحة أليو ديانج مؤخرا من القايمة الأخيرة ومبراط إسترن كامباني من فترة نقدر نقول بلغة الكرة كده أو بلغة الرياضة رمى الفوطة بدري شوية بيرايح اللعيبة الكبار أو اللعيبة الأساسية عنده بيفكر للموسم اللي جاي بيفكر يعمل عملية الاستشفاء أو الريكوفري للقوام الأساسي بتاعه للفترة اللي جاية أعتقد أن النادي الأهلي هيركز أكتر في الفترة اللي جاية دي تعالى بطول تكاس مصر مبارات بكرة وربما تكون حاسمة سواء في صراع القمة أو في القاع بتشاهد أهلي ليه الرمى الفوطة معيني لسه برضو المنافسة وده مش عادة الأهلي خلي بالي صحيح بتشوفها ليه لو راجعنا للزاكرة كده في السنين كتيرة وراء كان دايما النادي الزمالك لما بيكون هو ليدنج في النقط أو متقدم في النقط بيفقد نقاط والنادي الأهلي بيحقق البطولة في الآخر ده ما أفكرك ده كان فيه فرق 13 و13 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 نقط وممكن تبقى عدد مباريات يعني بالزبط بالزبط لكن ما كانش بيرمي الفوطة زي ما أنت أتكلمت وقلت أنا بأخد كلمتك بقولك ليه من أولي تتاظرك يعني عشان اللي موجود في نادي الزمالك اللي موجود في نادي الزمالك فيه منظومة عدالة فيه مدير فني بيقدر يطبق اللي هو عايزه بيحقق اللي بيعمله في كل فترة في الفترة الأخيرة دي آخرت تقريباً 12 مباراة أو 13 مباراة الزمالك تعادل مباراة وتقريباً بقيت المباراة كلها فوز بيحقق فيها حتى في المباريات اللي بنسميها مباريات التقليدية أو مباريات الخفيفة أو الفوز اللي بيسموه فوز روتيني شوية زي مباراة الإسماعيل الأخيرة في كاس مصر بياخد اللي هو عايزه بثلاث نقط أو بياخد عبور المرحلة وبيحقق فريرا عامل شغل كبير جداً مع نادي الزمالك وشغل الناجع أعتقد نادي الأهلي أرى المشهد بشكل أن صعب نادي الزمالك يفرط في الفرصة دي إيه السنة؟ أنا ستكت جاوة بس أنا كنادي أهلي كان مسؤول ببص للدوري ببص للعائبتي وفرقتي بشوف الفريق اللي قدامي ولا بشوف نفسي أنا الأول؟ لازم بشوف نفسي الأول طيب بكل تأكيد أنا كنت منتظر أن أنت تقول لي مثلاً أهلي مش في حالته أو اللعبة مش في حالته أنت قلت لي الأهلي بص للجانب الآخر اللي هو فريق نادي الزمالك لو تفتكر كلمة تقريباً كان دايماً بيقولها الراحل كابتن صالح سليم مش انتو اللي كسبتو الدوري الزمالك هو اللي فرط في الدوري وكان دايماً شطارة من النادي الأهلي أنه هو يشتغل على الجانب النفسي ده ليه لا أصلهم إحنا نتنموا نفسيين الأهلي والزمالك لو الأهلي يشتغل على السقوط بتاع نات الزمالك هيحقق المطلوب منه ويحقق البطولة لو الزمالك يشتغل على دوت برضو هيحقق فيه والزمالك استفاد من التلاحم بتاع المواسم ووصول الأهلي لأبعد نقطة في طولة أفريقيا ولم يوفق في النهاية الزمالك استفاد من ده ليه لا ما فيش أي مشكلة ان اتنموا نفسين يستفادوا من أخطاء المنافس الآخر استقراء المشهد ان النادي الزمالك مش هيفرط في الفرصة فعشان كده النادي الأهلي اختار النهوي فعشان كده النادي الزمالك